من تنظيم داعش بينهم ستة انتحاريين وتفجير أربع عجلات مفخخة مضيفا أن أغلب عناصر التنظيم هاربوا إلى مناطق على مشارف المحور الشمالي باتجاه نهر دجلة إلى ذلك ذكر إعلام الحجد الشعبي في بيان اليوم أن قوات اليواء السابع التابع للحجد حررت قريتي سهل أحمد والمالح جنوب غرب الموصل وكبدت التنظيم خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات والآن مشاهدين نتابع آخر تطورات الميدانية في الساحل الأيسر من الموصل مع حميد زيباري حققت القوات الأمنية العراقية تقدما واضحا في الجانب الأيسر لمدينة الموصل بعد تحرير شقق الحدباء السكنية في شمال المدينة من قبل الجيش العراقي وتمكن قوات مكافحة الإرهاب من عبور نهر الخوسر واستعادة حي المثنى في وقت بدأت العائلات تعود إلى أحياء القدس والكرامة بعد مرور أيام على استعادتها من تنظيم داعش أضرار كبيرة لحقت بمنازل المواطنين في حي القدس بعد أن اتخذها عناصر التنظيم كخط صد لعرقل التقدم القوات الأمنية البيت مفخخ بالكامل وأنا هنا أبعد ما أرجع على البيت البيت مفخخ بالكامل يعني بدرجة أولى ولي أخذت شنو كان منصبة بالتنظيم داعش على ما يعني اسمه هذه بأنه كان قاضي الدم قاعدين بقوق جالي يعني طلعنا من الشقق ايه والله نازحين من وراء الهاونات والله الحمد لله هسا الحمد لله عالم رجعت على بيوتها الحمد لله مع طرد عناصر داعش من حيي القدس والكرامة فتحت الأبواب مرة أخرى أمام سكانها لأتبضع من الأحياء الأخرى المحررة وبدأت البضايع تدخل أسواق الحيين وإن وجد التجار صعوبات في نقلها لحظر حركة المركبات خشية دخول السيارات المفخخة لحين استدباب الأمن بشكل كامل السواقنا من القوك جالي جاينا عن القدس رايحين ما أخذنا الدكان غراب بانزينا مشترينا كم يوم بدأتوا تنقلون الأغراب؟ والله يصار يومين أغراض للدكان وماكوا غير وسيلة أخرى غير عربان؟ والله سيارات ما يخلوني يفوت لا سيارة لا تستوتا بس العربان هاي لو عربان ما تدفع له تكرمان الحمار في حين بدأت الشرطة المحلية بالانتشار ومسك زمام الأمور في حياء الكرامة والقدس لكي تتفرغ القوات الأمنية في التقدم نحو استعادة الأحياء المتبقية في الجانب الأيسر للمدينة حاليا نحن بحي القدس داخل عمق الموصل حي القدس وجماعتنا لي قدام مع الحي الكرامة يعني تشتف بشتف ويجاز مكافحة الإرهاب حاليا نحن مسك الأرض هنا سريتين الأولى والثانية والثالثة والرابعة بالكرامة وبعد سرايا إن شاء الله يتقدم لي قدام على الحي الصناعي وحي الميثاق إن شاء الله رغم الدمار الذي لحق بهذا الزقاق لكن الحياة يبدو أنها تعود إلى طبيعتها والمواطنون بدأوا يتنفسون الصعداء بعد تحريرهم من تنظيم داعش من حي القدس حميد زيباري الحرة